يقول علينا شهر لا كالشهور هو باتفاق المسلمين أفضل الشهور عند الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطهن أمة من الأمم قبلها خلوف فمصائم أطيب عند الله من ريح المسك وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا ويزين الله عز وجل في كل يوم جنة ويقول يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك وتصفد مردة الشياطين ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان قيل يا رسول الله أهي ليلة القدر قال لا وإنما يُعطى الأجير أجره إذا وفى عمله يا أيها المسلمون إن العاقل منا ينبغي أن يضع لنفسه هدفا وغاية قبل أن يدخل رمضان هدفنا وغايتنا وغايتنا أنه في آخر ليلة من رمضان ينادى على الواحد منا يا فلان يا فلان قد غفر الله لك ذنوبك وبدل سيئاتك حسنات نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه البشارة ويغفر لهم في آخر ليلة من رمضان من أراد أن يفوز بهذه الجائزة أيها المسلمون عباد الله لا بد أن يصوم صياما شرعيا لا عن الطعام والشراب فقط بل لا بد أن يغض بصره ويحفظ لسانه ويكف سمعه ويستعمل جوارحه فيما يحبه الله ويرضاه ثم بعد ذلك يكون بين الخوف والرجاء كما قال ربنا إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون هم يصلون ويصومون ويتصدقون ويحجون ويعتمرون ويجاهدون ثم بعد ذلك قلوبهم وجلة ترجو من الله القبول وتخاف أن ترد عليها أعمالها هكذا ينبغي أن نكون في رمضان أيها المسلمون عباد الله اشتركوا في القناة